أعلنت شبكة تلفزيون الجزيرة إيقاف بث قناة الجزيرة مباشر مصر المعانية بتغطية الشان المصري والتي تبث من الدوحة منذ أكثر من عام عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي التقرير التالي مشاهدين بيلقي الضوء على قرار إيقاف الجزيرة مباشر الذي يعد إشارة لبدء عودة العلاقات مرة أخرى نتابع مجزء في قناة الجزيرة مباشر مصر التي كانت تبث من الدوحة بعد يومين من تغيير لهجة قناة الجزيرة مباشر مصر عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبعوث أمير قطر طميم بن حمد والحديث عن نجاح المبادرة السعودية للمصالحة بين القاهرة والدوحة جاء الإعلان عن توقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر من الدوحة ليعتبر أول مؤشرات تغيير السياسات القطرية تجاه مصر ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي استخدم الإخوان قناة الجزيرة مباشر مصر للإساءة إلى البلد خاصة بعد انتقال العمل بها إلى السوديوهات الدوحة وكان وقف الجزيرة أحد المطالب السياسية التي تحدث عنها الإعلام المصري كشرط للمصالحة مع قطر إلا أن سياستها الإعلامية لم تتغير بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي ليأتي القرار الرسمي بإغلاقها بعد لقاء السيسي بالمبعوث القطري بالقاهرة السبت الماضي القاهرة كانت دائما أولى من رحب بأي جهد للمصالحة وأكد الرئيس السيسي أكثر من مرة أن الكرة في ملعب قطر التي بدأت تتخذ خطوات إيجابية بتغيير سياستها الإعلامية إلا أن المصريين ينتظرون خلال الفترة المقبلة تحركات أكثر إيجابية من الدوحة مثل تسليم المطلوبين قضائيا من أنصار تنظيم الإخوان ووقف دعم التنظيم ماليا وسياسيا